أهلاً بكم تأمل قداسة البابا فرانسيس في إطار تعليمه الأسبوع بموضوع الصلاة في سفر المزامير الذي يقدم الصلاة على أنها واقع أساسي للحياة وتربطنا بالله وتجعلنا بسبب هذه الصلة بشراً بكل معنى الكلمة وهي الوسيلة التي من خلالها تقترب روحنا من خالقها وأنهى قداسته تعليمه قائلاً أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسلية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثاً وللمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم أيضاً في صلاة المزامير في إطار تعليمه في موضوع الصلاة قال كداسته يقدم سفر المزامير الصلاة على أنه واقع أساسي في الحياة الصلاة تربطنا بالله وتجعلنا بسبب هذه الصلة بشراً بكل معنى الكلمة ومن ثم تخلصنا من حدود أنفسنا وتمنعنا من الضياع في هذه الحياة والاندفاع إليها بطريقة مفترسة وشرها الصلاة هي خلاص الإنسان الصلاة ليست مهدئاً للتخفيف من هموم الحياة بمعنى الهرب منها بل تزيدنا إحساساً بالمسؤولية لذلك في صلاة المزامير نجد أن العالم حاضر فيها بكل صعابه فتتكلم عن وعد الله بخلاص الفقراء وتحذر من خطر المال في العالم وتبين لنا رؤية الله للتاريخ تظهر لنا صلاة المزامير أنه حيث يوجد الله يوجد الإنسان أيضاً والله لا يتحمل من ينكر الصورة الإلهية المطبوعة في كل إنسان عدم الاعتراف بصورة الله في الإنسان هو تدنيس للإنسان والزراء وأسوأ إهانة يمكن أن نحملها معنا للهيكل والمذبح وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلاً لتساعدنا صلاة المزامير حتى لا نقع في تجربة الاشرار فنعيشا وربما نصلي وكأن الله غير موجود وكأن الفقراء غير موجودين والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية هاي المؤمنين الناطقين باللغة العربية من المهم أن لا نتوقف عن الصلاة لأنه بدونها لا يمكن أن تكون لنا علاقة مع الله فالصلاة هي الوسيلة التي من خلالها تقترب روحنا من خالقها ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر شكراً لكم